حول ما امكان تدير واحد ديزاين في الواجهة المنزل لك بحيث انك تجمع استراجم كاملين مع بعض بروز واحد بهذه الطريقة التي تشوفه معي هنا في الصورة وهذا البروز اللي خارج هو اللي يسمح لك انك تدير الكاشريدو بلا ما يجي باين لك من داخل وايضا كي يجي ديزاين 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 على بره وخصوصا منك تدير له التحجرة بهذه الطريقة التي تشوفه معي السلام عليكم كيف الاحوان تمنى تكونوا بخير وعلى خير الفيديو ديال اليوم غدي نقرب بكم فيه من ديكورات رائعة ديال تحجرة سواء ديال الواجهات او ديال وسط المنزل وايضا غدي نقل لكم السر ديال تحجرة اللي كي يجي كيل مع وايضا غدي نعطيكم الحل باش البلاصة ديال الكاشريدو ما يجيكمش بينه سواء في الواجهة ديال المنزل او لا في الوسط فيديو غدي يكون مهم غير تابعه الى الاخير ولكن قبل ما نبدأ ما تنسوش تهبطل تحت وتعمله واحد لايك وبالنسبة للخدمة اللي غدي تشوفه معي ديال التحجرة هي ديال المعلم راشيد من مدينة تنغير الراشدية تبارك الله عليه عنده خدمة ممتازة الكلمة والمعقول كان سبق لي تعملت معاه مني كان فتازة وده بحليان واللي عنده محل اخر في مدينة تنغير واول نقطة غاد نوضح لكم بخصوص المشكيل ديال البلاصة ديال الكاشريدو ديال النوافيد قبل ما تبني فكر في الواجهة ديال المنزل او لا فيلا ديالك وخصوصا اذا ما كنتيش غاد دير واحد دوبلك الوازن في الجدران ديالك هاد دوبلك الوازن اللي ستكتدير بواحد القياس كافي اللي يكون وصل حسين 35 سنتيمتر باش انك تقدار هادك الكاشريدو اللي كيكون فوق النوافيد تديرو انكاس تخي وسط الجدران وما يكون عندك حتى مشكل في الواجهة ديال المنزل اما اذا كان السمك ديال الجدران ديال المنزل ديالك ما وصلش من 35 سنتيمتر فخصوصك تفكر في الاول كيفاش غاد تدير تتعامل مع هادك الكاشريدو باش انه ما يجيك شباين من داخل وايضا ما يجيك شباين بوحد طريقة اللي هي شوائية في الواجهة ديال المنزل ديالك وكيما كتشوفوا معايا في الواجهة ديال هاد المنزل تقدروا تديرو هادك البوروز في الواجهة ديال هادك البوروز تقدروا تديرو الكاشريدو بدون اي مشكل وما غديش يجي يجيكم باين من داخل ومن على بره يجي ديال منزل ديال منزل ديال كم زيون وبطبيعة الحال هاد طريقة هاده احسن بكثير من ناحية ديال الجمالية ديال الواجهة من طريقة الاعتياد ديال تقليدية عمر سيعانية البوروز يخرجوها فقط فوق كل نافذة وبوحدة كدرون لابره ديالها وهذا كنه من أي موعyz ديالة مفوا كطبرة الحجر إلى المنزل المزيد traumatباء اما في حالة اذا كان الجدران دوب بلوازو فالكشف يدوغ ضد داخل وسط الجدران ونباش يكون لدينا البروز في الوجهة للمنزل في هذه الحالة نقدرون ونحضم تحجرة غير في جوانب النفيدة لا يكون لدينا بروز اجمال كثير من يكين لدينا التحجرة في الجوانب و الباقي نضيفه صباقة و ايضا الحجرة نضيفها في طبق الارضي اذا لم يكن لدينا المنزل التجاري و هنا كما شفتم معي في الصور المعلم راشيد صورنا هاد الفيلة قبل ما يدرل الحجارة وايضا صورنا احتى في المراحل مني كن كيدرلها تحجرت درل هادك التحجرت غير في الجواني بدينا نوافيد كما قلت لكم قبل كي جيد ديكور ديالهم زوين وكنقدروا مثلا واحد جيهة اللي عدنا بارزة في الفيلة ديالنا كما كتشوفوا معي هنا في الصورة هي اللي نقدروا نخدموها بتحجرت والباقي غير في الجواني بدينا نوافيد هكا قادي جينا خدمة زوينة وما قاديش كون شارجيه وبالنسبة للأتمينة اللي كيخدم بها المعلم راشيد تحجرت ستداء من 250 درهم المتر كاري طبي تحلق لحسب النوعية ديال الحجار اللي غادي تختار ايضا احتى هذه الفيلة هادي صورنا المعلم راشيد قبل واتناء المرحلة ديال التحجرت كما كتشوفوا معايا وكما كنقول لكم دائما وكما كتعرفوا تنتو ما لانا تبارك الله عليكم تنتو ما وليتو رائعين في المسألة ديال الديزاين دائما المنزل ديالنا كنحاولو نخدموه غير بالصباقة سامبل كنديرو التحجرت في الجوانب ديالنا وافيد وايضا كنديروه في واحد المكان اللي كيكون بارز في المنزل ديالنا اذا كان المنزل ديالنا ما في حتى مكان بارز كنقدروا نديرو التحجرت في الجزء التحتاني يعني في طبق الأرضي والفوق كنقدروا نديرو غير قليل غير واحد القليل يعني واحد السمطة دايزة ديال الحجارة وكأنديروه على النوافيد كما قد لكم باش مانوليش نكرر عليكم وكيجينا الديزاين زواين وبالنسبة للمعلم راشيد دائما كيبقى العمل ديال له متميز وهات التحجرت اللي كيددير في الواجهة هذه المالازيين باش يحافظ عليه من الأواميل ديال الجو ويضا باش ما يتشرب الأوسخ كيددير له هات الكولا اللي كتشوفوا معايا هنا في الصورة هذا القولة التي تدخل على بره يتخلطه مع بعض و يديرون فوق التحجرة ولكن يردون البال بالنسبة أن هذه القولة لم يتخلطوا و يتخلطوا و يتخلطوا و يتخلطوا و يتخدموا بهم وبالنسبة لهذه القولة هذه لا يكون فيها البريو هذه خاصة للحماية فقط في الواجهة المنازيل بالنسبة للثمان التي تزاد فوق الثمان التحجرة مثلا المعلم اذا كان خدم لك مئتين و خمسين درهام المتر كاري كتزاد اذا درتي هذه القولة و تبقى اختيارية يعني لما بغتش تدرى لا تدرش كيتزاد فوق الثمان التحجرة في عشرين درهام المتر كاري يعني ايش حال كتولي مئتين و سبعين درهام المتر كاري ولكن كناصحة مني بالنسبة ان هذه القولة غير ديروها فهي تحفظ لكم على التحجرة الواجهة وده بوصلنا الدكورات الداخلية اللي كتدر بالتحجرة الطبيعي كيما كتشوفوا معي هنا هاد البانو ديكوراتيف اللي مخدم بالتحجرة اللي الاسم ديالو المصدي ديال بن خيران كي يجي في الدكور الداخلي زوين بزاف كتقدروا تديرو في اي بلاسة بغيثوا في المنزل ديالكم سواء كان عندكم اذاك المشكل ديال البرودة او لا بغيثوا تديروه كديزاين هنا كيما كتشوفوا معي مورين تدارو هنا يفضى دهار ديال الحمام اللي جامع الدروج وايضا تقدروا تديروه حتى في هاداك الجدران اللي كيكون مع الدورة ديال الدروج يعني في البلاصة اللي كتكون فيها الاستراحة هاداك الحائط اللي كيكون تمه يجي البانو بحال هكا اذا لاحظتم معايا من خلال فيديو بان هاد البانو هادا ديال اللي تحجرت جافيه واحد لمعه اللي زوين بزاف كيبان كأنه حجر صنائي ماشي طبيعي لان المعلم راشيد دارو واحد الكولا اللي هي سبيسيال هي اللي اعطيتو هاداك اللمعه بالنسبا هاد القولا هادى رامشيو حل الكمولا اللي شاركت معاكم هنتم كما كتشوفوه لون بلاج دياله هذه كتعطي لواحد لمعة بلا sitaa لانها كتحافظ علي هادك تحجرت من الاوسخ بايش مكتشربناش الالاوسخ ايضا فهي كتعطي واحد اللمعة اللي كتعطيه واحد الجمالية صحافishment هذه كما قلت موجود لكوم في الكمولا الاولا hablar Twos يعني كتبقى ختيارية الان بغيسوا تديروها يعني كتزيد للسمن الحجار 21 درهام reap clock و بالنسبة للحائط الذي يعملون مع علم راشيد بالتحجر عندي بعض الملاحظات إذا اخذوها 40 اعتبار سيأتيهم الدزاين لها الحائط أجمل بكثير بالنسبة للتلفاز من الأحسن و انا وصيكوا حتى نتوما العلو التلفاز من الأرض وتحت من هذا التلفاز موالين الدار يأخذوا واحد الموبل هذه الموبل تكون سيسبوني على الأرض تقريبا 25 سنتيمتر و لا يكون اللون الخشبي لانا قدنا هنا تحجرت اللون الوباج مع اللون الخشبي لا يأتي الموبل بارزة من الأحسن ندرها في اللون الأبيض و بالنسبة للإضاءة من الأحسن ندروا الاسبوت في هذه السمطة المباشرة فوق التحجر و ندروا واحد نوع الاسبوت اللي نقدروا نوجههم والإضاءة تكون مباشرة مركزة على الحجارة هكا بها التغييرات هذه بسيطة جدا سنحصلوا على واحد البانو ديكوغاتيف اللي هو زوين بزف ايضا بغيت نشارك معاكم هاد النوع ديال التحجرت اللي كتشوفوا معايا في هاد الواجهة بالنسبة ان هاد التحجرت يلا دابا تقريبا عاما و عاما و نصبش ظهر يعني ما كيتخدمش به بزف يعني باقي جديد بالنسبة الناس اللي كيبغيوا الجديد ها هو كيما كتشوفوا معايا ها هو ديال تازا جا فيه واحد اللون بحل موف هو تقريبا كيشبه هادك النوع الاخر ديال تازا النوع اللي كان قديم اللي فيه بحل الخديدار ها هو اللي كتشوفوا معايا في الوسط يعني تقريبا راه كيتشبهوا غير هدا فيه الخديدار والاخور فيه الموف وتقريبا كيتخدموه بنفس الثامن و بالنسبة المعلم راشيد هو عنده محلف تازا و عنده محلفتين غير و كيخدم في جميع الموضون المغربية غادي نخلي لكم الرقم الهاتف ديالو في صندوق الوصف و شكرا لكم بزاف و بسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله